السلام عليكم زمالي اليوم ان شاء الله سنحن نحضر عن البنز بالنسبة للور المنزل نحضر عن الهب النزل نحضر عن النزل ثم سنحضر في الفيمر طبعا كما تشاهدون الهب دائما سنحن نحضر أتجاه كل البنزل الهب النزل من الناس ونظر معروفة هذا الأنظر هذا الأنظر أما ما نحدث ؟ هذه السابقة انتجاه لاخرised والميدال معدumu المدى وال wichtig بالنسبة للاخرised والمدال لا يعرف بما العظيم جدًا دائما السيكوات نعتاد دائما من المكان بما تعرض لانتجاه هذا الإلكترised والتي في المدال وهذا الحفقة سيتم معد square سوف نعرف على الحفظ من الفصلى والكندال بالنسبة لطريقة سهلة انها عندي الى الاكتبروسيتي دائما يكون انتيرير هاي منطقة الخشنة هاي دائما تكون منجهة الانتيرير اذا هاي انتيرير هذا بوستيرير هذا لاترال هذا ميدير سوبرير انفيرير تعرفت انه هذا الهيب بون اللم دائما تعرفون انه الهيب بون يتكون من ثلاث ثلاث عظمانات مجتمع ماذا نأتي من السيطابولا هذا ينقسم النانا هذا الاليام وهذا الاشيام وهذا البيوبس هذان ثلاث عظمان نأخذها واحدة واحدة وننسيارها ان شاء الله بالنسبة للاليام السطح الخارجي المعروف هذان عندي هي الالياء كريست وهذه تكون سوف نستطيع نلمسها المنطقة الاعلى تكون هذه المنطقة العالية وهو الالياء كريست الالياء كريست نهايتها الالياء كريست سوف ناجدها من صاحب Lakshashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash وهذا يسمى Gluteal Surface وأيضا يسموها Wing of Irem وحتى يسموها الأعلى المهم بس هو المشهور عنه انه هذا Gluteal Surface طبعا هنا من بين عندي في Gluteal Surface ثلاث لائنات لائنات واحد يكون Posterior واحد يأتي انتيريار واخر شو واحد انفيريار هنا من بينه ها بنسبة لسطح الخارجي كنت تحدد عني بعد ما عندي شيء بهم نانا نشوف من جهة الانتيريار عندي هالاليك فوسة ما لالاليوم ها هالاليك فوسة ونضع أوريجن اللين نشوفه هنا هذا يسمى بالArchweight Line هذا الArchweight Line اما ها هي المنطقة الخشنة من هالمنطقة الفوق ها يسمى الاليك تيبروستي وهذا هو الArchular Surface وبعض يسمى الArchular Surface وانه يسمى الArchular Surface نحن نعد إلى السرعة بليف Dit وجهة vs هذا هو بليف وجهة الجلوسات وجهة held الآن كيفية тебя ب supervisore بحث وجود في لسر سيعتك هذا الحاخص هذا المنطقة مناطقه нитك العديد لابقِ المنطقة لنيني أول أن ترى هذه المنطقة وهو The Scale Typerosity ما هي أهميتها؟ أنه The Weight Bearing خاصة بسيتينغ كل الوزن سيحدث عنها هذا The Scale Typerosity وطبعا يضعني أتاج متى المصار ما هو The Scale Typerosity سيكون هناك The Weight Bearing و سيكون أتاج متى المصار هذه المنطقة وهذا The Scale Spine The Scale Spine وبين هذه المنطقة وهنا هي The Lesser Cyatic Notch هذه The Lesser Cyatic Notch The Scale Spine من حني أتاج من هذه المنطقة وهو The Scale Remus هذا بالنسبة لهذه المنطقة وهو The Scale Pupes أخرى هو The Pupes The Pupes أول شيء متصل وهو The Eleum بهذه المنطقة وهو The Eminence The Eleo Pupic Eminence هذا تكمله The Arcuate Line يسمىه The Pectinal Line أو The Pectin وحتى هذه المرات يسمى The Eleo Pectinal Line كنت تكمله هذه المنطقة لديه وهو The Eleumatic وهو The Superior Pupic Remus وهو The Superior Pupic Remus لدي هذه المنطقة الثالعة وهو The Pupic Tuberical وهو The Pupic Crest وهو The Pupic Crest وهو The Symphecyal Surface وهو The Symphecyl Surface وهو هبون ثانية وهو سيرتبط به بالنسبة لي نسبة لي والآخر وهو The Peuplic Remus وهو The Esquery Remus وهو The Esquery Remus وهو The SQ Pupic Remus مثل تعرفون وهو Theotturator Foramen ذلك هي The Appureator Membrane وهو The Appureator Groove وهو The Appureator Groove وهو ذلك يأتي هنا والأسمان بالنسبة للمسلس التجوية المسلس و المنطقة نأتي أول شيء هنا نحن باو على الجلوتال سيرفس لدي أول شيء أول مصر اللي فوق هي الجلوتيس ميليس و المنطقة بين البوستيريار والانتيريار الجلوتيال اللي هي نسمى بينات بس انها هي المنطقة هذه هي الجلوتيس ميليس الجلوتيس ميليس ما هي الجلوتيس ميليس هنا هنا فوق الجلوتيس ميليس بالنسبة للمنطقة هي تنسير فاشيلاتي أرجع الواري هنا الجلوتيس ميليس طبعا الوريجين سيبدأ على الساكروتيوبرس لقبنت أأتي هنا ما هي الجلوتيس ميليس وهو الرectus femurus reflected head يظهر من فوق الأستابلا ننزل إلى جلوة ما هي الجلوتيس ميليس هذه أول واحدة جلوتيس ميليس جلوتيس ميليس ننزل إلى جلوة جلوتيس ميليس ما هي الجلوتيس ميليس الصفحة التي تأتي هنا هي سمي ممبرينوس وهذه المنطقة الحمرة هنا بيسبس في مرس long head و ستطلع عندي سمي تنينوس طبعا البيقرانس قاسمها تستطيع أن أرى أغلب الكتب تذكرها أن تقول واحد مات الوريجين نأتي هنا قمت بتنينوس قمت بتنينوس ثم ننزل إلى الدكتور هذه المنطقة هذه الدائرة هنا هي القادراتس في المرس سأأتي هذه الخطة الأحمر ممتد من المرس مصاعد هي الدكتور ميليس هنا هنا الدكتور لونغس وهذه الدكتور بريفيس أقوم بتنينوس الغذر البيتس سأبعد لحظة البكتينوس و هذه الدكتور مبتد من المرس من الجهة هذا الجديد و هذا الجديد و هذا الجديد قبل من خلال من الخارج من خلال من الجهة الجديد من الجديد و أمامنا هو الجديد الوبتوريطر الاليك فوسة الاليكس الانتيرير سوبرير الاليك سباين الانتيرير انفيرير الاليك سباين من عند الركتس مالتها مالتها هذا كل المصرات نحن الى اللقم الانتيرير سوبرير الاليك سباين الاليك سنقارد انقار هو الاليك دين فهنا كنت هذه الانتة Judas المطyl انظر انظر خطى خطى الخضر الشيء الجزء المطyl الاليكيب كذبر مبين سوف ترى انجوانال لغمين فالشيء مثلة طالع اللي هو الليكينور لغمين وفالشيء ممتد على البون على الباكتينال لين هو الباكتينال لغمين هذا حتى على الكذبر مبين ننجي المحاط اللي يحيط الاسيتابلن دعنا نشرح الاسيتابلن بعد ما عندي لغمينت دعنا نشرحها الذي أخبرنا أخبرنا 다음에 أخر هذا أخبر هو هذه المعاطق ونحن أصدق على أستابلوم هذا الإستابلوم هو اليونيت سيرفس هذا السيرفس هو الارتيكولر سيرفس أما هذا الإستابلر فوسة لا يوجد شيء أستخدم أستخدمي هذه الفراغ من هنا هي الإستابلر نوتش قمت بإخطاء أخضر طريق طريق لإستابلوم هي كابسول متأتشمنت أخضر فوقه مننا منتد هو الإليوفيمرال لغمينت إليوفيمرال لغمينت خافي يحطي هنا نقطة أخضر وهنا أخضر هو Transverse Acetabular Ligment مننا هذا بالنسبة للأسيتابلوم وكل هذا الموجود عندي للهيبون بالنسبة للأسيتابلوم طبعا الصور خير وبركة أحبت أكتبكم إليها بورقة تستطيعون أن تشاهدوها بقرانس هذه الصفحات المهمة تستطيعون أن تشاهدوها بكل الصفحات كل الصفحات من اللigment إلى المسل وحاولوا تركيزون بها لأننا سوف نتركيزون بها لأننا سوف نتركيزون بها سوف نرى اللigment خاصة بكتنال لدينا صورة واضحة بها مرفوع سوف نرى هذه الصفحات وإن شاء الله سوف نكمل على الفيمر بالتوفيق يا رب السلام